اشتركوا في القناة الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فمدام انه لم يتبين له بغلبة ظنه انه ما زهل الليل او بخطأه واعتقادي انه ليل والامر على خلاف ذلك فانه لا حرج عليه وصومه صحيح وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اني وضعت عقالين عند وسادتي فظللت انظر اليهما حتى تبينت الاسود من الابيض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انه سادك العريض لان المقصود بقوله تعالفكوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ليس المقصود الخيط الاسود والخيط الابيض من الخيوط المعهودة انما المقصود بيض النهار وسواد الليل وذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لو يسادك عريض إذا كان سيحجب السواد والبيض أو سيتبين من خلاله السواد والبيض فالمقصود بالسواد الليل وبيض النهار وبالتالي من أكل أو شرب يظن أنه ليل ولم يزل الوقت لم يؤذن الفجر فإنه لا حرج عليه لأنه مستبقن الأصل فصيامه صحيح والله تعالى أعلم